ابناء العزاء طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهوى. today we are going to do revision. النهاردة هنعمل revision. طبعا احنا درسنا في الحلقات السابقة unit 10, unit 11, unit 12 and chapter 1 of the reader the red headed league. فطبعا بعد ما درسنا 3 units و chapter 1 في القصة بتاعتنا مناسب جدا ان احنا نعمل revision. طبعا احنا لما دايما بنعمل revision زي ما تعودنا في الترم الاول بنقدم revision بناء على الايتم بتاعت الامتحان اللي هي نفس قنطة الاسئلة اللي بنلاقيها في الامتحان. بداية من سؤال listen and choose وحتى نهاية بسؤال write a paragraph or write an email. يلا بينا نبدأ مع بعض كده المراجعة بتاعتنا للصف الثاني الاعدادي. revision unit 10, 11 and 12 and chapter 1. نشوف مع بعض كده سؤال بيبقى دايما بيشغل باله الطلاب اللي هو سؤال complete the following dialogue اللي هو سؤال الحوار اللي انا بكمل فيه ال spaces او الفراغات النقصة. شوف مع بعض كده جانا how long have you been learning english. ردينة I have been learning it space. about seven years. جانا when space you start learning it. ردينة space I was six. جانا how space do you have lessons. ردينة we have them every day. لازم اما جاء احل للدالج اقرأ كله. في خطأ بيقع في الطلبة ان احنا بنحاول نحل الفراغات قبل ما نقرأ لدالج كله. وده بيسبب مشكلات. لان ممكن انا الاجابة اللي قولها في البداية ما تبقاش مناسبة لسياق الكلام بعد كده. لكن لما بقرأ لدالج كله ببقى عارف الطبق الموضوع وببقى عارف الحوار بيدور عن ايه. how long have you been learning english. I have been learning it space about seven years. لو ركزنا السؤال ده بفكرنا بالجرامر اللي درسناه في يونت تن. احنا عارفين ان احنا في يونت تن درسنا. the present perfect continuous. اللي هو المضارع التام المستمر. اللي هو لو نفتكر كده مع بعض. كان بيتكون من have. او has. بلاس. بين. plus verb plus ing. ده يمكن كان التكوين بتاع الزمن اللي احنا درسناه مع بعض. وكنا دايما بنستخدم مع four او since. ويمكن في الحلقة اللي شرحنا فيها الزمن ده. وضحت لكم ساعتها الفرق بين four و since. قلنا four بتيجي مع period of time المدة الزمنية اللي هي بتكون محددة. زي hours, days, weeks, months, years, long time, ages, 20 minutes. لكن since بيجي معها. start of the action لبداية الحدث. زي ما اقول since 2002. since last week. since yesterday. since june. since five o'clock. وهكذا. فممكن انا استفاد بالجرامر في الديالج ده. ازاين شوف مع بعض كده الديالج بيقول. how long have you been learning english. i have been learning it. انا عندي seven years. يبقى في الحالة دي اقول four ولا since. اكيد كلنا عرفناها. four seven years or four about seven years. طيب when space you start learning it. يا ريت ما نستعجلش. الاجابة فيها space هنا تاني وبتقول i was six. طبعا was بتاعت الباست سيبل الماضي البسيط. يبقى verb اللي هو الفعل المساعدة. طب دايما اما بسأل في الماضي باستخدم ايه. اكيد عرفنا ان انا هعط وين ايه. وين did. وين did you start? وناخد بالنا من الانفاناتف. ان start مصدر عشان did بيجي معه المصدر. طب حدا يقول ليه learning جات في ing لان start من الافعال اللي ممكن يجي بعدها جيران اللي هو ال verb plus ing. طيب وين did you start learning it? يبقى space i was six. ناخد بالنا ان احنا عندنا وين هنا جاية ككويسشن word. اه داستفامية بمعنى متى. هل ليه استخدام تاني ليه استخدام تاني لما حب اقول عندما يبقى ممكن اقول هنا ايه. وين i was six. يعني بتقول لها لما كان عندي ست سنين. how space do you have lessons? ما استعجلش بقى اكتب هاو مني وهو لونج وهو افن بمزاجي لأ. اشوف الاجابة بيقول ايه. we have them everyday. عندنا افري دي ده بنقول عليه اللي هو ظرف. ودائما لما بنسأل على ظرف الزمان بنسأل بايه? بهاو افن. do you have lessons? اتلاها we have them everyday. هي تقصد تقول لها ان عندنا انجليش لسونز افري دي. اهم حاجة. الاهم من الاجابة ان احنا نتعلم how to deal with each question. ازاي تعامل مع كل سؤال? احنا دائما لما بنعمل ريفيجن بيبقى هدفنا ان احنا نعرف من دي. how to deal with the items of the exams. ازاي اتعامل مع الايتم بتاعت الامتحان. نشوف مع بعض نموذج تاني برضو من نفس السؤال. عشان السؤال ده بحب دائما اركز عليه. عشان انا عرف ان طلاب كتير بيعصى لهم confusion في الاجابة بتاعك. محمد how do we fly the sky اللي الي 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 players the pace you have to do is Find a place without many trees. woj baby two mini trees محمد. August ok here is a good place what gest قليخ mحمد storي the space. A voice that put the kick down. محمد vs pace wait for the wind. the space step is to pull that kite into the wind. اللي يازم خلاص اتفقنا وتعلمنا ان احنا بنقرى لده لكله. وعلى فكرة كان في حاجة مهمة دايما كنت بأكد عليها معاك واللي هي اللي عندنا في المنهج. كل يونت بيبقى فيها بنتعلم مرة نهني الاشخاص. بنتعلم مرة ان احنا اوصف خطوات عملية او خطوات اجرائية لعملية معينة. ان انا اعطي نصيحة وهكذا. طيب يعني محمد بيقول لعلي ازاي اطير الطيارة دي. فعلي قال له يعني عايز يقول له اول حاجة او ممكن اقول اول خطوة. يبقى ممكن اقول ايه او افضل. محمد قال له اوكي. قال له خلاص انا لقيت مكان كويس مفقوش اشجار كتير. يعني بيقول له ايه الخطوة التانية. فعندي هنا ذات. من العبارات اللي خدناها في الانجوش فانشنز ليه. لما كنت بتوصف عملية ممكن اقول ايه? افطر ذات. افطر ذات. يعني قال له بعد كده. محمد قال له. برضو دي كلها عملية لان احنا لاحظنا ان هو واحد بيسأل على الخطوات اللي يعمل عشان يطير طائرة ورقية. فهو بيقول له اول حاجة بعد كده قال له افطر ذات. طب ممكن يقول له افطر ذات. ممكن نقول ثم او ممكن نقول ناكست. ناكست او دين. ويت فور حتى هو قال له بعدها. خلاص بقت تطير. يبقى دي ممكن نقول عليها يعني اخر خطوة تعملها انك بقى تشد الطائرة في الرياح. يبقى كنا استفدنا. اتعلمنا ازاي ان يجاوب الديلوك? وفي ده في الوقت اتعلمنا ان احنا نستفيد من اللي عندنا في المنا. نشوف مع بعض السؤال التانى اللي هو forward all the makesства in the following many. plug الروكس. اول منا leather so i have been working and this is cool 14 years. i have been working at this school 14 years. عايزيني نتعلم ان ما بعد في الاجابة فور او سيص يبقى اداة الاستفهام بتكون ايه? هو هكون. تاني حاجة التزم بالزمن اللي في الاجابة. I have been working. الزمن animated لسه موضحه ليكم. اللي هو المضارع التامل المستمرة. يبقى لما اجعل السؤال هنا هعمله التزاما بالاجابة. مش بقول اي زمن غير موجود في الاجابة. يبقى نشوف مع بعض كده السؤال هيكون ايه? how long have you been working at this school? how long have you been working at this school? يعني اقول الواحد تبقى لك قدي شغال في المدرسة دي. مثال تاني مروى سبيس رانيا congratulations. يعني مروى قالت شيء رانيا ردت عليها لتلاها congratulations يعني تهانينة او مبروك. يبقى مروى تقول اي? ممكن تقول اي achievement انجاز. يعني مثلا ممكن تقول لها I came first in the english exam. I came first in the english exam. يعني اطلعت الاولى. ممكن اقول اجابة تانية. I have won a price and accept جايزة. I have written a story. اكتبت قصة. فهي تقول لها congratulations well done. ده درس خدناه اسمه congratulating people اللي هو تهنئة الاشخاص. نشوف بسالة تاني. احمد my father climbed Egypt's highest mountain. my father climbed Egypt's highest mountain. يعني احمد بيقول على اتشيف منتحة او بابا بيقول له بابا يا تصلك او صعد لاعلى جبال مصر. طب الرياكشن بتاع مصطفى او ريسبونس بتاعه يبقى ايه? واحد بقول لك بابا يا عمل انجاز او عمل شيء معين. تقول له ايه? that's a great achievement. that's a great achievement. يعني اقول له ده انجاز رائع. ممكن اقول له ممكن تقول له. I'm really happy to hear that. I'm really happy to hear that. شوف مع بعض امثلة اخرى لسؤال سابلاي. ساميرا عند مريم. ساميرا. do you mind if I ask you some questions? do you mind if I ask you some questions? ده خد بالنا ان السؤال هنا بيبدأ بعبارة. do you mind if? اللي هي معناها هل اتمانع او هل تعارض? لو واحد بيقول لي do you mind? وانا موافق ان انا اه ادي له البرميشن او الاسد بفعل الشيء. ففي الحالة دي ممكن ارد بالنيجاتف. يعني هي تبقى اجابة نيجاتف منفية ولكن تحمل الاجريينج تحمل معنى الموافقة. اني طبعا لما حد قولك هل عندك مانع? وانت ما عندكش مانع هتقول له ايه? هتقول له لا ما عنديش اي مانع. اللي هي ممكن نقولها ازاي يبقى no not at all. no not at all. يعني ما عنديش اي مانع مطلقا. يبقى no not at all. although it's negative. على الرغم ان هي اجابة نيجاتف منفية ولكنها means that you accept. انك بتقبل البرميشن. سؤال اخر عمر عند حسين. عمر اسبيس. حسين قال له you can group coins by country. you can group coins by احنا عرفين عندنا درس في المنج خدناه اللي هو جامعة اشياء معينة. and you can group them by color by country by place. ممكن اصنفهم على حسب بقى بالدول بالرسومات بالاماكن. فحسين بيقول له امر you can group coins by country. يعني ممكن تصنف الكونز العملات عن طريق البلاد. يبقى ازاي اكون سؤال. وناخد بالنا ان احنا عندنا. عندنا باي. وباي دي بتوضح الوسيلة. طب ازاي باسأل لما يكون عندي سؤال في باي اسأل بهاو. وعندي كان يبقى اقول هاو كان اي جروب كوينز. هاو كان اي جروب كوينز. يعني امقوله ازاي اصنف العملات. سؤال اخر. تامر اند محمود. هاو اوفن ديو بلاي تشيس. هاو اوفن ديو بلاي تشيس. يعني ما حد يقولك هاو اوفن. احنا عارفين طبعا دايما اننا لما باستخدم في السؤال هاو اوفن. نشوف كده ممكن ازاي رد على السؤال اللي فيه هاو اوفن. لما يبقى عندي سؤال بيبدأ بهاو اوفن. ممكن استخدم في الاجابات كلمة وانس. او كلمة توايس. ليه مرة او مرتين. وبعدين بقول اه مثلا ويك او ادي في اليوم. ممكن اقول اويك في الاسبوع. امانس في الشهر. ممكن اقول ايير في العام. يبقى دائما لما حد يقول لي هاو اوفن. اذا استخدمت وانس او توايس او سري تايمز او فور تايمز. بقول بعدها ادي اويك امانس اير. طب هل لازم استخدم الكلمتين دول? لا طبعا ممكن استخدم في الاجابة على هاو اوفن كلمات زي ايه? زي ديرن. Log Veterans come read the functionality so let's pay every day. ممكن استخدم ihnيحوووووو estamos. مون كان استخدم sometimes wachándة often. مون كان استخدم never no had that lack. How often do you go to مسaland the theater. مكرتول? أي. наверное go to the city. م awaiting do you play tennis مون� ofere I sometimes played tennis. وعكtra. يبها هوفيندو يبلي تشيس اي بي otras Operation why I play تشيس تويساوي and now we have a phone caller احمد from جيزا هلو احمد طلا اللي atrás لما عليش احمد يعني can you raise your voice please بابتو تعلي لصوتك احمد عندك عندك سؤال اي اتفضل يا احمد اه تمام معلش بيستمع ايه يمكن الصوت شوية يا ريتي احمد يعني تعالوا صوتك شوية ايه طب يا ريت معلش لو نقدر الصوت يبقى اوضح شوية يعني طابع دليل هو معلش الصوت مش واضح خالص يا ريت لو احمد يعود اتصال بنا تاني ويكون الصوت واضح لاني مش قادر اسمع منه الجملة اللي هو بيقولها اه نكمل طب مع بعض كده احنا عارفين ده سؤال بيبقى عبارة عن جمل بتجيلي اه بيبقى عندي اربع اختيارات وبيبقى مطلوب مني اتعامل مع السؤال على اساس او على اساس الكلمات نشوف مع بعض كده طبعا دي جملة بتتعامل مع الكلمات عندنا لما طالب يجيب كتاب بيكتب على اسمه على ايه اكيد بقى احنا حافظين الكلمات يبقى يبقى اللي هو على التيكت او الملسك اللي بنحط عليه الاسم والمدرسة او هكذا جملة اخرى يو شود نيفر لوك دايريكتلي ات سبيس سن يو شود نيفر لوك دايريكتلي ات سبيس سن اقول اه سن ان سن زا سن ولا نو ارتكل ولا محطش اداة خلص افكركم حاجة في الدرس ده احنا درسنا هاو تو يوز ديفينت ان ان ديفينت اللي هي اداة النكرة والمعرفة اللي هي ا ا ا ا ا ا ا ا او او لو ما ما استخدمش اداة خالص زا سن ليه بنقول زا سن وليه بنقول دي ايرث وليه بنقول زا مون بكوز زيرز اونلي وان او ديس تنجز ان دا اه ان دورل الحاجة اللي موجود منها واحد فقط في الكون دايما بنحط قبلها زا ويمكن قلنا الموضوع ده قبل كده في اسناء شمح الدرس وايضا لما بيكون حاجة واحدة موجود منها او شيء موجود منه واحد في مكان معين برضو بقول زا زي ما اقول زا سكول ماجازين زا سكول بلاي جراون فطالما في اه 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 سن ودي شيء واحد في الكون فقط يبقى ايه بقى اكيد كلنا عرفنا ان احنا هنقول زا سن جملة اخرى برضو دي مرتبطة بالفوكابلار الكلمات هلا اقول لادر ويف سنتر كاربت احنا عرفين طبعا ان كلمة كاربت اللي هي السجادة هي اللي بتتحطى على الايه على الفلور على الارضية بتاعت الايه الغرفة جملة تانية هاو ماتش سليب سبيس شود اتشيلدرن هاو ايتش نايف هاو ماتش سليب سبيس تشيلدرن هاو ايتش نايف هلا اقول داز شود شود انت كان طبعا احنا لما بنيجي نقول اه 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 لما بني اعطي نصيحة احنا عرفين بنستخدم شود او شود او ممكن اقول اي ادفايز يو يوت بيتر ايف ايو فطالما هنا فيه يبقى السؤال بيحمل معنى ايه يعني كم يجب كمية النوم للاطفال يجب ان يحصلوا عليها يبقى هاستخدم شود نكمل مع بعض. طالما عندي جملة لازم اقف افكر فيها شوية انا عندي هاز وعندي في نهاية الجملة اول اول مورنج دي معناها يعني ان دي حاجة مستمرة فايز زمن اللي اخدناه بيبقى فيه هاو هاز وبيوحي بالاستمرار اكيد كلنا عرفنا اللي هو اللي هو بيتكون من هاو وهاز بلاس بين اي انجي يبقى بين توكينج جملة اخرى تيتشر زي يجوالي هاف اذيري جوز بيز زي نو اول زي ستودانس نيمز دايما المدرسين بيتمتعوا بزاكرة كويسة تخليم يفتكروا اسماء الطلاب هلا اقول ميمورايز ولا ميموري ولا ريميمبر ولا ريفيجن اكيد كلنا عرفنا احنا عندنا كلمة ميمورايز دي دي اللي هي يحفظ لكن احنا عايزين ننون الاسم اللي هو ميموري جملة اخرى what space to be healthy what space to be healthy دي question احنا عارفين دائما لما بنكون سؤال بنجيب اللي هو الهيلبينج فيرب الاول وبعدين نجيب الفاعل ثم الفرب يعني انا لما اجي اعمل سؤال بقولي what have you done قلت هاف الاول اللي هو الاوكزيلياري او الفعل المساعد وبعد كده قلت يو اللي هو الفاعل وبعد كده جبت الفاعل وبعد كده جبت الفيرب اللي هو done ده الفورم بتاع الكويسشن في الانجلز زي ما قوله واحد what are you doing what are you يبقى قلت what وبعد كده are وبعد كده يو ثم جبت الفيرب اللي هو doing فهنا هلف الاختيارات اقول you should do ولا should do you ولا should you do ولا you do should طبعا عندنا you should do دي مش جملة استفهمية و should do you دي تأكوين مش مظبوط يبقى اكيد الاجابة should you do اللي هي should do and subject you do. اجابة اخرى I like space mass it's my favorite subject I like space mass it's my favorite subject هلا اقول the mass a mass an mass ولا no article ناخد بالنا من الاختيار ده لما يقول لي no article يعني بيقول لي ان انت مش هتحط اداة خالص طيب انا هنا السبب الايجابة هيكون ايه احنا عندنا ماس دي ايه مادة دراسية واحنا عارفين ان before school subjects and hobbies and materials ناخد بالنا يما يكون عندي وضح كده مع بعض اما يكون عندي school subjects مثلا زي انجلش. عندي مثلا hobby مثلا taking photos اللي هي التقاط سور. طيب عندي material زي مثلا cotton. ادي احنا انا جيبت نموذج بين كل حاجة. ال school subject english. ال hobby taking photos. ممكن اقول swimming. ممكن اقول diving. ممكن اقول horse pack riding. cotton دي material مادة خام. قبل الحاجات دي كلها بيبقى no article. ما بجيب استخدمش اداة من الادوات اللي هي احنا عارفنا اللي هي اه وان وزا. يبقى انا بقى اعرفها كحاجة جنرال عامة ان before school subjects. will be for hobbies. will be for materials. ما باستخدمش ادوات اللي هي الديفنيت والاندفنيت التعريف والتنكير. يبقى في الحالة دي بقول ايه اي لايك ماس بس. no article. جملة اخرى. space are pictures or designs that are made by weaving. احنا عندنا طبعا درس كان بيحكي عن ال weaving اللي هو النسيج. وويفرز النساجين. فبيقول ايه هي اللي pictures or designs تصميمات او سور that are made by weaving. هل دايز تيبسترز كرافتس انفلوب. احنا عارفين انفلوب is the thing that you put paper or money in it. اللي هو الظرف. craft when you have a craft means that you can do something. اللي هي الحرفة. عندنا تيبسترز وضايز. طب دايز دي ايه. دايز something is that it changes the colors اللي بنقول عليها صبغة. لكن الصور والتصميمات دي بنقول عليها اللي هي النسيج المطرز. I have only space hours to answer the test. I have only space hour to answer the test. يا ترى قول an hour. ولا a hour ولا no article خالص ولا زى. وهي على فكرة hour بس. من غير اس. يبقى قول I have only ايه. طبعا احنا عارفين ان hour بتبدأ بايه? بسويند بصوت فاول. وناخد بالنا جدا من الموضوع ده. احنا في الكلمات بنعتمد على السويند مش على الحرف. احنا نلاحظ ان كلمة اوار بدأ باتش. لكن السويند بتاع الكلمة والصوت بتاع الكلمة هو فاول. صوت متحرك. يبقى انا اهم حاجة عندي السويند الصوت. مش الحرف. لان لو مشيت على السويند اقول ان اتش دي كونسننت حرف ساكل فبالتالي حط قبلها اه. ولكن احنا بنقول احنا بنقول اناور ليه? علشان السويند الصوت فاول متحرك. يبقى اناور. طبعا لازم تبقى سنجولر مفرد. اناور. جملة اخرى. I forgot to take the price space of the present. I forgot to take the price space of the present. اقول model label envelope craft. طبعا انت يعني when you buy a present for someone for example on his first day or when you buy a present for your mother. لما حد بيجيب هدية يعني من الياقة او من الاتيكيت انه ما يسيبش البرايس عليها. اللي هو السعر بتاعها. فالجملة دي بتقول كده. I forgot to take the price of the present. السعر ما بيبقى مكتوب على ايه? على اللي هو الملصق اللي بيبقى عليه السعر وممكن يبقى مكتوب عليه ميدي ان كزا برايس او سايز اللي هي بيبقى مكتوب على ايه منتج فيه اللي هي بتاعت الملصق بتاعت المنتج. يبقى لما اقول I forgot to take the price. ليه? pull off. اللي هي بنسيت انزع الايه? الملصق بتاع السعر. We went to the beach on Saturday. It was cold and cloudy. We went to the beach on Saturday. It was cold and cloudy. يعني واحد يقول احنا رحنا الشاطئ. وبعدين راجع قال كان الجو برد وفي غيوم وصحب. دي بنقول عليها contrast اللي هو التضاد. هلا اقول because ولا اقول though ولا so ولا but. طبعا طالما الجملة بتقول ان we went to the beach دي بنقول عليها الفاكت الحقيقة اللي حصلت. طيب. ال contrast التضاد اللي حصل. مين بقى الاداة اللي بيجي بعدها الفاكت الحقيقة. الحقيقة ان كان الجو cold and cloudy. يبقى في الحالة دي استخدم although. طبعا بيكوز اللي بتوضح reason السبب. هنا مش سبب. سو بتوضح اللي هو effect او result التأثير او النتيجة. بط فعلا للتضاد زي although. ولكن بط بقى ممكن استخدمها لما اجا اقول ايه? لو انا احكزت الجملة لو قلت it was cold and cloudy but we went to the beach. يعني لو قلت الجملة بتاريها اخرى لو قلت it was cold and cloudy. الدنيا كالبرد ورياح وكده وعواصف او صحب. ولكن اقول but we went to the beach. ليه? لان بط بيجي بعدها ال contrast اللي هو الفعل المضد للحقيقة. انما طالما الجملة بتقول it was cold and cloudy بستخدم قبلها also. عندنا سؤال تاني اللي هو بيجي في الامتحان read and correct. اللي هو ان انا بصحح كلمة من الكلمات اللي بتكون تحتاخد. وبرضو السؤال ده بيعتمد على grammar وعلى vocabulary الكلمات. وبرضو نركز على ال spelling شوية. احنا عايزية الطلبة طبعا دايما لما تدرس unit تعرف فيها الفوكابلال الهمة بتاعتها. وتبقى عارفة ازاي تستخدمها. علشان طبعا احنا عندنا السؤال مهم في الامتحان اللي هو بيقول لي write a paragraph or write an email. لما بكتب paragraph او email بقى محتاج حصيلة كتيرة من الكلمات اللي انا درستها في المناقل. نشوف مع بعض كده موديلز للسؤال ده. The dentist revised my teeth. The dentist revised my teeth. نفهم كده الجملة. احنا عارفين dentist طبعا ساموان وايه? who looks after your teeth. الشخص اللي بيعتمد بالاسنان اللي بنوالي طبيب الاسنان. طيب كلمة revise هل احنا بنستخدمها مع الدينتست? دي دايما بنستخدمها في الدراسة. زي ما احنا النهاردة بنقول we are going to revise. احنا النهاردة هنراجع. اللي هي جات منها كلمة revision. مراجعة. طيب الفعل ده مش مناسب للمعنى بتاع الجملة. لما اجا اقول بقى dentist يعني فحص اسناني او كشف على اسناني زي ما احنا بنقول. في عندنا فعل احنا عارفين اللي هو ايه بقى? examined. examined my teeth. جملة تانية. he took the right medicine. he took the right medicine. so he got worse. he took the right medicine. so he got worse. يعني ايه? he took the right medicine. احنا عارفين احيانا بتيجي معنا الطب او الدواء. مقول عليها الخد دواء كويس مناسب. طب لما ااخد دواء مناسب اقول عليه got worse. طيب worse دي انا نقول له مع بعض جات منين. احنا عارفين ان فيه عندنا اسمها bad. طب لما بحولها مقارنة بين اتنين. بتبقى ايه? worse او ممكن تكون worse than. worse than اللي هي اسوأ من. ولما اقول الاسوأ بقول ايه? the worst. وناخد بالنا من اللي هي irregular adjectives. دي اللي هي صفات الغير المنتظمة. زي جود كده. لما بنحولها للمقارنة بتبقى peter او peter than. ممكن تبقى peter زين. افضل من. ولما بخليها التفضيل بقول ايه? the best. دي اللي هي نفس الصفات اللي هي زي طول وطول ارزان وزا طولست. وبيج وبيجر زين. لكن دي صفات يعني غير منتظمة. بتتغير الكلمات اخرى. worse than the worst. peter than the best. طيب هو بيقول له. نرجع بعد الجملة بتاعتنا كده. يعني هل هو لما ياخد الدول كويس. حالته تسوق. لا العكس. المفوض حالته طبعا افضل. يبقى يعني افضل. good peter يعني تحسن. ali is studying hardly because he has an exam tomorrow. ali is studying hardly because he has an exam tomorrow. وعندنا كلمة hardly underlined. تحتها خط. طيب اوضح حاجة كده هنا عشان نعرف. عايزين نعرف فقا الفرق بين ايه? بين hard و hardly. hard دي ممكن تكون adjective صفة. او ممكن تكون adverb اللي هو الحال. طب ايه الفرق بين hard لما تكون adjective او adverb. لما هتكون adjective هتوصف نوين. توصف اسم. زي ما اقول hard day يعني يوم صعب. ممكن اقول hard exam. امتحان صعب. كده hard دي. adjective صفة للنوينز دي. لدي والاجزام. طيب لو هي adverb يعني ايه? يعني حال. طب والحال وظفته ايه? الفنكشن بتاعته ايه? to describe the verb. يوصف الفعل. زي ما اقول ايه? work hard. work hard يعني يعمل بجد. study hard يعني يزاكر بجد. يبقى احنا كده عارفنا وظيفة hard. ممكن تبقى ايه? يعني ايه? يعني بتوصف الفرب. بتوصف الفرب. وممكن تبقى adjective. adjective يعني ايه? يعني توصف النوين. توصف النوينز. تمام كده? طيب بالنسبة بقى ليه? hardly. hardly دي. بتكون حال. تمام? بمعنى بقى ايه? ممكن يبقى معناها بصعوبة. ممكن يبقى معناها نادرا او قليلا. حاجة يعني زي ما اقوله كده بالكاد. زي مثلا اقول ايه? he can hardly. نخبالنا كده. see. هنا hardly دي adverb. حال. لمين? للverb اللي هو see. طب ايه الفرق? انه بتيجي before the verb. يعني جات قبل الverb. he can hardly see. يعني هو يا رب بصعوبة او بالكاد. she is very old. يعني اقول على حد ان هو عجوز او كبير في السن. يبقى she can hardly walk. يعني ايه بقى? بتمشي بصعوبة جدا او بالكاد زي ما بنقول. يبقى hardly دي ايه? برضو hardly دي حال. ولكن هي حال للverb walk فجات قبله. تمام? يبقى hardly ممكن تبقى معناها بالصعوبة او بالكاد. بس بتيجي before the verb. قبل الverb. hardly see. hardly walk. hardly speak. وهكذا. وممكن يبقى معناها ده نادرا. زي ما اقول مثلا ايه? there is hardly. نقبلنا. any rain in the desert. لما واحد اقول الصحراء المطر فيها يعني ايه? نادر جدا او قليل جدا. there is hardly any rain. جات مع النون اللي هو rain. طبعا هنا جاب معنا النون اللي هو الامطار او المطر. there is hardly any rain in the desert. نرجع بقى الجملتة بتقول علي is studying hardly. طالما study موجودة يبقى study اللي ده verb. يبقى هاوصفه بhard اللي هي الحال. جملة اخرى. my dad always remembers me to do my homework. طبعا هنعرفي remember يعني اتذكر. يعني you remember something. بذكر شيء. between someone else. يعني لما حدي تاني makes you remember. يخليك تفتكر بنقول علي ايه ريمايندز. ناخد بالنا الفرق بال remember or remind. remember يعني انا اتذكر. remind يعني someone or something makes me remember. لما شخص او شيء يذكرني بشيء اخر. اه ابناء العزاء طلبة الصف الثاني الاعدادي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اللي قدمتلكم فيها على الحاجات المعلومات اللي اخدناها في وان شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل مع بعض شرح المنج ونوعيتكو طبعا بمراجعات اخرى. اه i was very happy to be with you till we meet again. good bye and good luck.